مرحبا احبابي كيف كنا ان شاء الله اليوم تكونوا بخير وعافية كل يوم يا رب اليوم بدعمل انا وياكم طريقة تحضير واجبي عن جد كتير سهلة وبسيطة وطيبة اول شي عنا بقدونيس حار الحار اختياري اذا باكم بتحطو حار بتضيفو حار حسب ما انتو بتحبو كمان عنا حبة بنادورة كوساية ثلاثة معلق طعام زيت زيتون رشة ملح صغيرة ربع ملعة صغيرة فلفل اسود بصلة صغيرة كمان ثلاثة حبات طوم ووجدني مبروشة لنبلش الطريقة مع بعد باسم الله حط زيت الزيتون كمان البصل والطوم بحط شوية من الملحات وبقليغن على الغاز بالوقت اللي حطة في البصل والطوم على الغاز هلأ بابرش الكوساية بعد ما برشت الكوساية بتافي انا وياكم الطريقة صارت عند البصل والطوم بهيدا الشكل هلأ بحط الكوسا تقوم نحن بحط صورة تحكفت الغاز شو بسيط الغاز اللي عندي درجة الحرارة على السيسي انا رحطه على الاربعة وكمان رح قضرش فوق البناظورة بحط البقدونيس كمان الحار بحط شي بسيط بس من النكهة كتير خفيفة وبحط الملاح والابهار الباقي عنا خلطهم بتركهم شوي ليستوي الكوسة عنا وبرجاء وبحط عوجه الجبنة هلا استوى عنا الكوسة هوني واستوت الخضراء حطت الجبنة معهم واو بس الدوبة الجبنة بطاطة شكل كتير كتير حلو هيدا الوجبة صارت جاهزة للتقديم هيدا الشكل النهائي بتمنى الطريقة تكون لتعجبكم وانشالله بشوفكم بالفيديوهات الجاي باي احبابي باي احبابي